بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج، مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري، لا تسامح قبل شهر رمضان، المشكلة بأن كثير من العلماء يقولون الناس لا يعرفون بأن السماحة والمسامحة هو نوع من أنواع العبادة التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى العفو نوع من أنواع العبادة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى وعليك أن لا تستخدم السماحة والمسامحة والعفو عن الآخرين بشكل آخر وبشكل خاطئ فيكتب الله سبحانه وتعالى عليك إثما وليس حسنا وليس لك فيه أجرا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بنص العبارة يقول لا تسعى لا تسعى بقدمك لمن يراك دونه فيحتقرك اجعل انقطاعك عنه مقابل كبريائه إن عزة النفس تضاه حياة الملوك بعض الناس لا يستحقون أن تسامحهم وإذا قمت بمسامحتهم فالله سبحانه وتعالى يحاسبك الله سبحانه وتعالى لا يعطيك أجرا بل يكتب عليك إثما وتدخل النار بسبب فلان لأنك قمت بالعفو عنه وقمت بمسامحته وهذا ليس بغريب بدءا من الحروب الإسلامية عندما جاء رجل من المنافقين وقاتله النبي صلى الله عليه وآله وبعد ذلك بكى وقال يا رسول الله أنا الآن أسير بين يديك اتركني ولن أرجع وعندما قاتل مرة أخرى وإذا برسول الله لم يعفو عنه وقال يا رسول الله لدي زوجة لدي أولاد قال إن المؤمن لا يخدع مرتين المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين يا علي أضرب عنق فلان أو عنق فلان فقتله ليس كل مرة الإنسان يسامح والإنسان يعفو كذلك على مستوى الحياة الاجتماعية كان هناك ابن عم للإمام الصادق عليه السلام وكان هذا الشخص يستغل هذه صلة الرحم بينه وبين الإمام الصادق عليه السلام فيتعالى على الناس ويفتخر على الناس ويقوم بإذلال الناس ويأخذ أموالا من الناس وكان الإمام سلام الله عليه في كل مرة يحذره حتى جاءت تلك اللحظة دخل الإمام الصادق عليه السلام إلى مجلس ورآه جالس رأى ابن عمه جالس في هذا المجلس وإذا بالإمام الصادق عليه السلام يقول له لا جمع الله بيني وبينك تحت سقف واحد وخرج الإمام فتبعه رجل وقال له يا ابن رسول الله أتأمرون بصلة الرحم وأنتم تقطعونها فقال له الإمام الصادق عليه السلام والله بل هذه هي الصلة الرحم فقال له كيف قال هذا سيدخل النار لأنه يستغل هذه الصلة التي بيني وبينه في أذية الناس في الإلحاح على الناس في إذلال الناس في أخذ مكتسبات غير صحيحة وغير شرعية هذا يشوه سمعة الإمام وسمعة الدين لذلك علي أن أقاطعه كي لا يدخل في النار يوم القيامة الآن الناس عرفت على حقيقته فسوف لن يبقى مستمرا على أخلاقه السيئة وبهذا قد حميته وداريته من دخوله إلى النار والبقاء في النار يعني بمعنى نظرة أخروية هناك نظرة ليس فقط دنيوية نظرة أخروية هل هذا الشخص عندما أسامحه وعندما أعفو عنه هل هناك أمر إيجاب أخروي بالنسبة له هل هو سيترك ما أخطأ به بحقي هل هو سيغير طريقته في كلامه وفي تصرفه معي أو مع الآخرين بالعكس ربما بعض الناس عندما تقوم بمسامحتهم على باب أنه شهر رمضان على باب أنه العيد على باب أنه يوم مناسبة وإلى غير ذلك يزاد طغيانا ويقول انظروا قصبا عليه جاء إلي وطلب مني أن أسامحه أو سامحني هذا الشخص يعني سوف يستغل هذه الصورة فيزاد طغيانا ويعتبر نفسه بأنه كان على صواب وأنت المخطئ رغم أنه هو الذي كان مخطئا ولدك اليوم ولدك اليوم عندما تسامحه على كل خطأ وتعف عنه على كل خطأ وتقول لا هذا ولدي أخاف أن يحاسبني الله عز وجل عليه جاء شهر رمضان أنا أعظه ولكن إذا لم يكف حتى ولو جاء شهر رمضان أبقى أخاصم ولدي ولكن لا أطيل ولا أهجره لفترة طويلة في كل مرة أحذره حتى يرجع للصواب النبي صلى الله عليه وآله بنص العبارة يقول لا تدلل أولادكم فيفسد عليكم وليس الدلال بمعنى الطعام والشراب والملابس الإنسان لا بس فليأكل ما يشتهي ويشرب ما يشتهي ويلبس ما يشتهي ما دام في الحلال لا ليس هذا المعنى كما يقول علماؤنا العلام لا تدللونهم في مسألة العقاب فلان مدلل مهما أساء لا يعاقب فلان مدلل مهما أساءت لا تعاقب لا تدلل أولادكم فيفسد عليكم عليك أن توقفه عند حد معين وإلا أذاه سوف يطال الآخرين وأنت بسبب هذا الدلال بسبب هذا العفو بسبب هذه المسامحة عليك وزر من آذاه ووزر كل من آذاه وظلمه واستمر على طغيانه إلى يوم القيامة يعني بمعنى اليوم أنا سامحته عفوت عنه فتفرعا على مجموعة من الناس هؤلاء أنا أتحمل أيضا معه إثم تصرفه مع هؤلاء كم أذى هم مئة شخص أنا أقف معه يوم القيامة وهؤلاء يقفون ضدي أنت الذي قد سامحته وأعطيته مجالا أنت الذي عفوت عنه فتصور بأنه على صواب وبدأ لا يقتنع من الآخرين فلان قد سامحني فلان قد عفى عني فإذا أنا على صواب وأستمر على هذا الطريق فما دام هو يخطئ هذا الخطأ نفسه مع الآخرين ويقوم بإهانة الآخرين وأذية الآخرين فأنت السبب الأول عند الله سبحانه وتعالى بأنك لم تقاطعه النبي صلى الله عليه وآله جاءه مجموعة من المسلمين وقالوا له يا رسول الله هؤلاء ثلاثة نفر من المسلمين في المدينة المنورة لا يسلمون على أحد ولا يأتون لأحد ويريدون من الناس هم الذين يأتون إليهم في مناسباتهم ولا يحترمون أحد ويتعالون على الآخرين فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله قاطعوهم إذا رأيتموهم لا تسلم عليهم ولا تتكلموا معهم ولا تجلسوا في مجالسهم كان نوعا من التأديب مر يوم يومين ثلاث أربعة هؤلاء رجعوا إلى الطريق لماذا شعروا بأنهم أصبحوا منبوذين فلو أننا اجتمعنا على شخص قد أساء لي ولك أو إن فلان لا يستحي من تصرفاته ومن كلماته واجتمعنا عليه لحلة المشكلة منذ البداية ولم استطاع أن يأخذ جبروته ويطغى على الآخرين لتأدب كما أدب رسول الله هؤلاء الثلاثة نفر ولكن نحن لا نسامحه ونعطف عليه ونفوت له الكثير هذا شهر رمضان قد جاء هذا العيد قد جاء هذه المناسبة قد جاءت ويتفرعا على الآخرين ويؤذي الآخرين ويعتبر دائما أنه هو الذي ينتظر رغم أخطائه ينتظر من الآخرين أن يأتون إليه هم ويفتحون طريق صلة رحم جديدة فهذا الشخص إثمه كله عليك عرفنا الآن فلو جاء شهر رمضان ولو جاء شهر رمضان شخص تعرفه جيدا عندما تسامحه لا يترك أخطاءه لا يترك أذيته لك ولعائلتك أو للآخرين لا يتغير منه شيء أو ربما يعتبرك بأنك أنت الذي قد أخطأت والآن قد شعرت بخطائك وجئت إليه أو أنه يستذلك بعد ذلك لا تسامح أبدا المسامحة والعفو عبادة فتقرب بها إلى الله ليس إلى الآخرين ولا تكن من الذين الله سبحانه وتعالى وصفهم في القرآن بأنه يعني بالمضامين القرآنية يقولون يعملون ويحسبون أنهم قد أحسنوا صنعا وأنت لم تحسن صنعا تعمل ولكن لم تحسن صنعا أنت قد عفوت عن شخص هو يؤذي الآخرين ويتصور بأنه ماذا على حق وهو على باطل هذا الشخص لا تسامحه أبدا ولا تعفو عنه حتى يشعر نعم نعم لا تحمل عليه حقدا لا تدعو عليه ولكن قدر الإمكان هو عندما ترى شخص يعني على منكر وعلى خطأ اعمل بهذه الأعمال إما أن تأمره بلسانك وإما أن تغير هذا المنكر الذي عنده بيدك فتقطع رجلك ويدك عن مساعدته أو مسألة الذهاب إليه كي يتربى ويتأدب وإذا أضعف الإيمان انكره في قلبك انكره في قلبك أما إذا دفعت عنه وبماذا لا فلان لا يقصد فلان لا فلان كذا وكذا وهو مخطئ وتحاول أن تظهر للآخرين بأنه غير مخطئ فعلا بأنك مأثوم وهذا ليس من باب الإصلاح في شيء إنما أنت تعزز عنده التكبر وتعزز عنده المعصية وأنت دخلت في إثمه والآخر سوف ماذا يشعر بالمظلومية يشعر بالمظلومية وكذلك يشعر بأنك ماذا أنت لست على حق فتشوه نفسك أمامه أيضاً في شهر رمضان لا تسامح من لا يستحق أن تسامحه ولكن بشرط أن تكون عدم المسامحة على أشياء راجح عقلاً راجح شرعاً إما عقلاً وإما شرعاً بأن فلان لا يستحق المسامحة راجح عبادة وطاع لله عز وجل أنت قد خاصمته لا لأشياء تافهة لا قيمة لها لا لا وإنما تريد تأديبه أنه على خطأ لأنه يؤذي الآخرين يؤذي عائلته يؤذي أطفاله إلى غير ذلك يعني عندما يسألك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لماذا قاطعت فلان لماذا خاصمت فلان لماذا اختلفت مع فلان لابد أن تكون لديك إجابة إما شرعية وإما عقلية منطقية أما ما عدا ذلك لا قدر الإمكان شخص الخطأ الذي عنده فلان هل هو خطأ شرعي؟ هل هو خطأ عقلائي؟ هل هو خطأ من باب الأعراف والتقاليد التي أيدها الإسلام؟ فإذا كان كذلك ولم يرجع عن خطأه ويرى بنفسه بأنه يعيش في برج عاج ويريد منك أنت الذي تصعد إليه ولا يعتذر وأنت الذي تحتذر لا 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 تسعى بقدمك لمن يرأك دونه فيحتقرك فاجعل انقطاعك عنه مقابل كبريائه إن عزة النفس تضاهي حياة الملوك وإن كان أخوك أو كانت أختك أو عمك أو خالك وإلى غير ذلك قدر الإمكان جادلهم بالتي أحسن ولكن لا تعطيهم الفرصة عليك فتكون من الذين يحسبون بالإثم معهم قدر الإمكان عندما تراه نبهه على أخطائه لا تقدم المسامحة ولكن قدم النصيحة قدم النصيحة ليس المسامحة النصيحة فإذا ما رجع إلى وعيه فلا بأس سامحه في شهر رمضان أما الأبوين فكما جاء في الآيات بأنه ولو كان أو في الأحاديث ولو كان أكأفرين جادلهما وعاشرهما بالمعروف بالمعروف كلمة طيبة ولا تغضب عليهما ولا تصد بوجههما قدر الإمكان ولكن لا تؤيد أعمالهما وتدافع عن أعمالهما أمام الآخرين وهي مخالفة للشرع أو مخالفة لعادات وتقاليد اجتماعية أيدها الشرع أو مخالفة للعقل لا ولكن ماذا أداريهم قدر الإمكان برنامج صباحات ولا أيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام ترجمة نانسي قنقر